موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله جميع وقاتكم بالخير والمسرات أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مستهل لهذا اللقاء المبارك والمباشر من البرنامج اليومي الركن الرابع الذي يأتيكم طيلة أيام هذا الشهر الكريم مشاهدينا الأكارم علاقة وثيقة تربط شهر رمضان المبارك بالقرآن الكريم فشهر رمضان هو شهر القرآن ذلكما الكتاب الذي لا تكل الألسنة من تلاوته ولا تمل الأسماع من حلاوته ولذته ولا يشبع العلماء من تدبره ولا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بمثله كتاب الله عز وجل كتاب الله الذي أنزله عز وجل مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب لقد كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مداناً بقراءة القرآن الكريم ذكراً وتلاوةً وتدبراً وعملاً فالقرآن سميره وأنيسه يذاكره جبريل عليه السلام القرآن كل سنة فيقف عندما وعظه ويتأمل أسراره وحكمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة حديثنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام عن رمضان ورحاب القرآن يسرنا في مطلع هذا اللقاء المبارك أن نرحب بضيفه فضيلة الشيخ يوسف بن محمد الدوس عضو هيئة التدريس في جامعة إيمان محمد بن سعود الإسلامية فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم شيخنا الكريم حياك الله أخي الكريم وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وأسهل الله عز وجل نتقبل منه جميع نصيام القيام جميل شيخ يوسف بداية ما أجمل أن ننطلق من هذه الآية العظيمة شهر الرمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جميل أن ننطلق في الحديث عن العلاقة الوثيقة التي تربط كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك الذي نعيش أيامه وليالي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله عز وجل أن أمد في أعمارنا وبلغنا شهر الصيام والقيام هذا الشهر العظيم الذي هو منح من الله عز وجل وهبى ربانية كبيرة تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتصفت فيها الشياطين والخير مفتوح والملائكة تنزل والبركة والبر في كل ما هو حولك أيها الإنسان في هذا الشهر الكريم فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يرزقنا شكر نعمه والقيام بحقها ومن أعظم الحقوق التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان في هذا الشهر الكريم أن يقوم بما يجب عليه تجاه الشهر من العبادات والطاعات وإلى ذلك أعظم هذه العبادات لا شك هو القرآن الذي له مزية خاصة في شهر رمضان بل شهر رمضان أعظم عبادة ممكن أن يقوم فيها العبد في رمضان هو التلاوات القرآن وكما تفضلت الله عز وجل أخي الكريم لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه تعبير عن خصوصية كبيرة جدا وارتباط متعانق مستمر ما دامت هذه الحياة وأن شهر القرآن هو شهر رمضان وأن رمضان هو شهر القرآن أن القرآن هو يعني العبادة الأولى في رمضان ولذلك كثير من السلف كانوا عندما يأتي رمضان إنما هم في تلاوة وتدبر وارتباط بالقرآن يدعون كل ما سوى ذلك من طلب العلم وغيرها من العبادات التي كانوا يألفونها في غير رمضان على فضلها يا شيء على فضلها على فضلها سواء كان يعني لا شيء أفضل من العلم فما بالك بل ينشغل بملهيات لا فما بالنا بمن ينشغل بملهيات لا شك يعني غير العبادة رمضان وهذا إدراك من السلف والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والصحابة إدراك عظيم للخصوصية وهذا يعني هدفه أنه يعمق المعنى الذي أريد لهذا الشهر وهو معنى التقوى لأن الصيام الذي يتلبس به الإنسان وينكسر في أثنائه ويعيش الخشوع ويعيش الحاجة ويعيش المشاعر التي ربما كانت غائبة عنه في فترة الشباع وفي أيامه طيلة السنة في رمضان هو بحال مختلفة يأتي القرآن ليعزز هذه المشاعر عندما يتلوها الإنسان ويقف عند معانيها ويتحرك قلبه مع عظمة الله عز وجل وما في هذا القرآن من الوعد والوعيد والبشارة وما إلى ذلك وأحوال الصالحين والأنبياء القلب هنا لا يملك إلا أن يسلم لله عز وجل ويشعر بروحانية عميقة جدا مع هذا الشهر العظيم وهو ما بين صيام وقيام وتلاوة للقرآن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم في أثناء هذه الآيات في سورة البقرة جاء بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه انظر إلى هذا الترابط العجيب الجميل جدا ولذلك التقوى بما أنها هي السما هو الثمر العظمى للصيام وأن الله عز وجل يؤكد لعباده أن هذا الصيام ليس من أجل أن أشق عليكم أو أن الله عز وجل ينتفع من هذا الصيام بشيء وهو الغني عنه جل في علاه وإنما أنتم أيها الناس مع كونكم في عطش وفي تعب في ظاهر الأمر عفوا إلا أنكم في الحقيقة منتفعون لأنكم تصيرون إلى التقوى التقوى التي بها النجاة في الدنيا والآخرة ولذلك عبر بلعلكم لعلكم هنا في هذا السياق مفادها التعليل وكل لعل جاءت في القرآن بعد أمر فمفادها التعليل لعلكم تتقون ثم أيضا لعلكم تتقون التقوى ليست بالأمر الهيل ولذلك لعلكم يعني ربما تصلون للتقوى وربما لا تصلون لأن التقوى مقام رفيع أن يعيش الإنسان في تقوى مع الله أن يتجنب ما نهى الله عنه وأن ينتبه لهذا القلب وأن يحرص على دقائق أموره في مأكله ومشربه وماله وفي جوارحه هذا أمر إلا ما يتجاوز الإنسان ويقع فيه بالزلد ثم يأتي القرآن بما فيه من الخاصية التي الله عز وجل عبر عنه في آيات عظيمة بأن القرآن سمه العظمى للمؤمنين أو الخشوع والتأثر بالقرآن والعمل به هو السمه العظمى للمؤمنين في آيات كثيرة منها قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه استجابة في وجل القلب ووجل القلب هو ثمرت التقوى ردت فعلي نعم استجابة نابعة من إيمان ويترتب عليها ماذا؟ التقوى لأن من سمات التقوى هو القيام بالواجبات فعبر الله عز وجل بعد ذلك بقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذه كلها من التقوى وهي استجابة لأمر الله عز وجل هذا السمت وهذا الطبع الذي يتربى عليه الإنسان في هذا الشهر العظيم يعرف أن الصيام يقوده إلى التقوى والقرآن يقوده إلى التقوى لأن القرآن سيذكره بعظمة الله عز وجل وسوف يقربه من مراد الله عز وجل ومراد الله عز وجل هو أن تكون صالحا في نفسك مصلحا في مجتمعك وأمتك ومؤثرا وقائما بالقصد وقائما بالعدل وبعيدا عن سفاسف الأمور وما إلى ذلك هذا هو ثمرة التقوى فإذا الإنسان العاقل أو المؤمن الذي يقوده عقله إلى أن يقف عند رمضان الوقفة التي تصلح حاله ويتغير معها وبها لا أن يكون كما يكون حال كثير من الناس اليوم رمضان أو غير رمضان هو بحال واحدة يمسك عن الطعام نعم وربما كان أيضا نيته في هذا الإمساك فيها ما فيها لأنه يساير المجتمع وعادة ويدخل في أشياء كثيرة لكن استشعار الثمرة سيجعل هذا الإنسان وهو في رمضان بحياة مختلفة سواء في أثناء الصيام أو في العبادات التي يؤديها وهو صائم سواء كانت قراءة القرآن أو غيرها من العبادات وعلى رأسها الفرائض فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان جميل ثم أيضا لما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن انظر لأساليب التعظيم التي في هذا السياق شهر رمضان التعريف بالإضافة يعطي ماذا ذلك الشهر العظيم شهر رمضان كأن تقول مثلا رجل البيت إمام المسجد ملك الدولة كل هذه التعبيرات تعطي شيء من الفخامة والهيبة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن التعريف حتى هنا الذي كأنه شيء معهود والذي تفيد في هذا السياق أيضا التعظيم الذي تقول جاءني الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا ليس هذا السياق إلا من أجل أن هذا القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالقرآن هنا شرف لهذا الشهر أنه نزل فيه والقرآن كما نعلم نزل في شهر رمضان نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان ثم نزل متفرقا على نبينا صلى الله عليه وسلم جميل لكن الشيخ الكريم دعنا يتحدث هنا ونقف عند مدرسة التقوى الكثير من الناس ما شاء الله تبارك الله يصلحوا حالهم في شهر رمضان المبارك لكن ما أن يغادر هذا الشهر إلا ويعودون إلى سابق عهدهم كيف يمكن أن نبني علاقة جديدة ما بين شهر رمضان المبارك أو ما بين القرآن الكريم وما بين أنفسنا بعد رحيل شهر رمضان المبارك نحن بطبيعة الحال أخي الكريم لا يتوقع من الإنسان أن يكون بعد رمضان كما هو في رمضان ولذلك قد يبالغ بعض الإخوة في الوعظ وفي الخطب لا بس نقصد أن نعود إلى ما كنا عليها لا بطبيعة حال لكن هذه المقدمة أنا أقول حتى لا نكون دائما مثاليين فيما نطرح لكن رمضان عندما يأتي إلى الإنسان المؤمن العاقل التقي ويدركه لا شك أنه سيتربى فيه على قيم جديدة وعلى مبادع الإيمان وعلى أسس الإيمان وما إلى ذلك فإذا به بعد رمضان يتخلص من كثير من الأشياء التي كان يقترفها في غير رمضان استفادة من رمضان وهنا بطبيعة الحال سينظر الإنسان إلى نفسه بعد رمضان وينظر إلى مستوى التغير مستوى التغير هذا هو الذي يقيس مدى الاستفادة من رمضان بل ربما كان هو مقياس القبول من عدمه وإن كان ليس في هذا الدليل ولكن جاء هذا عن بعض السلف من مضمهم ابن القيم لما كان يقول الحسنة بعد الحسنة تدل على القبول والسيء بعد الحسنة يعني تدل على عدم القبول حقيقة هذا ليس عليه دليل ولا نريد أن نعنف على الناس وطبيعة الإنسان ينشط ويفتر ويقوى ويضعف ويقبل ويدبل هذه طبيعة الإنسان الصحابة رضوان الله عليهم عانوا من ذلك حتى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فالمهم أن الإنسان ماذا إذا فتر عن الطاعات وعن القيام بالنوافل لا يصل به الفتور هذا إلى ترك الواجبات ولا يصل به الفتور هذا إلى اقتراف المحرمات ولا يصل به الفتور إلى اقتراف الكبائر وكأن الأمر يعني سيان لا ولكن بما في قلبك من هذا الكم العظيم من الإيمان ونور القرآن وتربسك بتلك العبادات العظيمة سيورث في قلبك أنك ازددت في طاعة لم تكن محافظا عليها من قبل كمن كان يقصر في صلاة الجماعة كمن كان يقصر في أداء الواجبات الأخرى كمن كان يقصر في بعض المحرمات ويتساهل بها لا شك أنه بعض الرمضان سيتغير وهذه ثمرة التقوى لماذا؟ الآن بدأ رمضان وأنت أيها الإنسان كنت تأكل وتشرب وتفعل كثير من الأشياء في مخالطتك لأهلك ومعاشرتهم كما تشاء فإذا بك تلتزم منذ أدان الفجر إلى أدان المغرب في أن تجتنب كثير من الأشياء التي هي محببة في طبيعة الحال لنا معاشر البشر وتستطيع أن تترك رغم أن بعض الناس قد يكون عنده طبيعة معينة في الأكل قد يكون له طبيعة معينة في الشرب قد ألف قدر من الترفه وما إلى ذلك ومع ذلك تجده منذ أن يقال غد الرمضان إذا به يتغير هذه حقيقة رسالة تعطي قناعة تامة لك أيها الإنسان أنك إذا أردت أن تفعل فسوف تفعل وأن كل الحجج والتي يتعدر بها كثير من الناس سواء المدخنون سواء الذين عندهم مشكلة في السمنة سواء 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 الذين يقصرون في كثير من الطاعات يعني بأشياء معينة أنت قادر لو أردت عندك إرادة عندك إرادة المهم أنك تريد هذا الأمر ولذلك رمضان الآن عندما يأتي والإنسان ليس عنده خيار آخر لأنه يعني بفضل الله عز وجل كما في مجتمعاتنا المسلمة الإنسان لا يفكر أنه يصوم أو لا يصوم في غالب الحال أنه سيصوم وهذا من الجزم في النية أيضا وكيف يؤثر هذا في أن الإنسان يعمل مشكلتنا في الأمور الثانية في غير رمضان أن نيتنا فيها مشكلة يعني سأفعل ربما خاف أني ما أقدر فهذه هي المشكلة يدخل الشيطان فيعزز في داخلك الجانب السلبي لا هذا ثقيل عليك لن تستطيع الناس وبعدين ستتعب وهذا الأمر يعني غيرك يفعله ستأتي هذه التسويغات فيسهل على الإنسان إما أن يفعل المحرم أو أن يترك الواجب بينما النية الجازمة ولذلك من نام وهو نيته جازمة أن يصلي بإذن الله سيصلي من يعني قدر له أن يكون في بيئة ربما يسهل فيها اقتراف المحرم وفي نيته جزما بأنه لن يعمل فلن يعمل لأن النية والإرادة القوية هي المحك الحقيقي في أفعالنا أما الظروف الأخرى مهما كانت مؤثرة فتأثيرها مبنى على قبولك وعدم قبولك حقيقة لو تشرحها الأخير أي شيء أقول الظروف التي من حولنا مهما كانت مؤثرة نعم تؤثر فينا لكن تأثيرها نبني على قبولي لهذا الشيء أو عدم قبولي له فأنا إذا قبلت أن يؤثر فيها وابن القيم أشار لهذا قال الشيطان تأثيره على الإنسان مثل الإنسان الذي يطحن الرحى وهذا الرحى أنت لا تختار من تضع فيه الحبوب وعندما يأتيك بحبوب فاسدة فإن وضعتها اختلط وإن لم تضعها فبقيت على حبوبك النقية الصافية فأنت استمضطر فالمساوس التي يقبلها الإنسان يقبلها بإرادته يقبلها بضعفه أمام الشيطان بالمنافذ التي يفتحها الشيطان فيستجيب لها أما الإنسان الجاد الحازم القوي الذي يتحلى بموصف به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه قوي المؤمن القوي خير وأحب بالله من المؤمن الضعيف سيجد أن هذه الأمور لا تعنيه بحال من الأحوال لأنها لم تكن أصلا في باله لا تدر في خلده فقضيتنا دائما أين في حديث النفس حديث النفس بالخطأ أو حديث النفس بترك الواجب هو الذي يقودك إلى الترك أو إلى الفعل فهذه قضية مهمة جدا ولذلك تجد بعض الناس الإخوة المدخرين يقف عن التدخين من أذان الفجر إلى أذان المغرب ربما 12 ساعة أحيانا و 15 ساعة و 15 ساعة وبعض البلدان التي لدينا من جهة الغرب أكثر الساعات و مع ذلك لا يوجد مشكلة ربما يشعب بصداع في الأيام الأولى ثم الأمر ينتهي ثم تأتي بعد رمضان وتناقشه فيأتيك بأعذار كثيرة أنه لا يستطيع وكذا وكذا مع أنهم في رمضان يذهب للدوام ويقوم بأعمال كثيرة لذلك كل إنسان عنده عادة سيئة مهما كانت هذه العادة سواء بدءا من الاقتراف بالكبائر إلى الأشياء التي ربما يستحقرها البعض ولكنها عند الله عظيمة يجب على الإنسان أن يرجع إلى نفسه ويقول ما دمت قادرا على أن أفعل هذا الأمر فما الذي يستصعب أمامي هذه الأشياء إلا هو النفس وتزيين الشيطان وما إلى ذلك ولذلك الإنسان دائما لما نقول يستثمن رمضان يستثمن رمضان في التغيير الحقيقي يا إخواني ليس رمضان هو أن تصوم عن الطعام والشراب ليس لله حاجة أن تدعى أن يدع حدكم طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه القضية ليست في ظاهر العبادة الحقيقة دائما في حقيقة العبادة وبعدها ولذلك يحول الإنسان رمضان إلى مشروعات على مستواك الشخصي مشروعات مشروعات في التغيير مشروعات في البدء من جديد في أمور معينة لم تكن لديك مشروعات في أن تراجع كثير من الأولويات التي لديك وفي الحقيقة هي ليست أولويات وترتب جدولك وأوراقك التي في الغالب تكون مباثرة وسببت لك كثير من الإشكالات في حياتك القرآن يدعم هذا شيخ الكريم لو قررنا بين حالنا وحال السلف الصالح فيما يتعلق بإقراءة القرآن الكريم وتدبريه والعمل به القرآن العظيم في رمضان أقول لي أخواني الكرام أنه من أيسر العبادات بفضل الله عز وجل الحمد لله ولسيما في هذا الوقت نحن الآن أمامنا مطبعات فاخرة وأمامنا حواسيب يعني وينما كان الإنسان يقرأ وأمامنا أشياء وبرامج تعليمية وكتب للتفسير مختصرة هذه أيها الإخوة والأخوات نحن محاسبون عليها والله سنحاسب عليها الإنسان في السابق لما كان يريد أن يتعلم السورة والسورتين يضطر إلى أن يذهب لي فلان يعلمه أو يكتب على الألواح أو يبحث عن بعض الرقاع هنا وهناك إلى وقت قريب هذا الآن في هذا الوقت ما العذر ما العذر أن يفرط الإنسان في قراءة القرآن السلف رضوان الله عليهم يعني بدلوا ما بدلوا في تعلم القرآن مع مشقة التعلم يعني أبو عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أنه بكث في تعلم البقرة ثنتي عشرة سنة هذا ليست بالأمر الحيين وما ذلك إلا يعكس من جهة مشقة الأمر وصحيح من جهة يعكس حرصه وقربه للتدبر وحاجته إلى هذا الأمر لكن أيضا في الأمر فيه شيء من التعب والمشقة ومع ذلك بلغوا ما بلغوا من الحرص على قراءة القرآن وكثرة الختمات يعني يذكر عن بعضهم كان يختم في رمضان عامة السلف في غير رمضان يختمون كل سبع أيام ومنهم من يختم كل تسع أيام ومنهم من يختم كل إحدى عشر ومنهم من يختم ثلاثة عشر ومنهم من يختم في ثلاث أيام وهذا أقل يعني ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر أن يختم في ثلاث أيام لكن عامة العلماء قالوا في رمضان وفي الأماكن المباركة والفاضلة كمكة والمدينة لا بأس أن يخرج الإنسان عن هذا القدر من باب استثمار الزمن والمكان في رمضان مثلا أو في مكة والمدينة لمن أتى من غير أهلها وأراد أن يختم ختمة مثلا خلال يومين أو كذا فله ذلك أو يختم في يوم الشافعي رحمه الله ورضي عنه الإمام الجهبذ الكبير النحرير كان يختم في اليوم ختمتين في رمضان ختمة في الصباح وختمة في الليل وهذا أمر قد يشعر الإنسان أنه يعني غير مقبول وأنا أقول والله لقد مر بي وناس في زماننا هذا يختمون كل يوم ختمة في رمضان في رمضان من إخوة وأخوات يقرؤون ومع الدربة سبحان الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك؟ والسعادة هي والسعادة التي يجدها الإنسان ويذكر بعض الإخوة عن الشيخ بن عثيمين أنه كان يختم في رمضان كل ثلاثة أيام والأمر ترى ليس شاق الذي يريد أن يختم كل ثلاثة أيام عندما يقرأ الإنسان مثلا بعد الفجر مدة ساعة ونصف ساعة ونصف يستطيع أن يقرأ فيها الإنسان إلى أربعة أو خمسة أجزاء إذا كان يقرأ قراءة حجر وإذا يعني عمل مثلها مثلا بعد التراويح وبعد العصر هنا قرأ عشرة أجزاء وهي سويعات وهي سويعات ويعني الأمر ميسور يشعر بأثره ومن الحرمان من الحرمان حقيقة تجد بعض الإخوة من السهل عليه أنه يضيع الوقت في أشياء كثيرة يعني تجد بعض الإخوة الآن في صارات انتظار أحيانا تجده يدخل المسجد أحيانا مبكر عندما يكون أحيانا يأخذ بعض الأغراض وتغلق المحلات فيدخل المسجد وما ذلك يجلس هكذا ينظر يمنه ويسره والمصاحف أمامه أو يعبث بالجوال ويرد على الرسائل التي يعني غاية ما فيها ربما بعض النكت وما إلى ذلك وهذا كله حقيقة من الحرمان بينما لو قرى الإنسان لو رأى نفسه كيف يقرأ يعني كل ما صارت فرصة قرأ كل ما حصل فرصة قرأ في الإشارة سيجد في الإشارة؟ في إشارة المرور إشارة المرور سيجر علينا مشكلة هذه لا إذا كانت السيارة متوقعة وقد يكون هذا يعني يجر إلا كان يقرأ من حفظه من حفظه يقوله والله أحد ثلاث مرات وهذه قضية أخرى يعني أن يقرأ الإنسان لا يلزم أنه يقرأ من أجل أن يختم وعلا نأتي الهادي بعد قليل يعني اقرأ لو جلس الإنسان خرج من بيتي مثلا عنده مشوار سيذهب غالبا أنا مشاوير في الرياض أقل شيء نصف ساعة إلى ساعة لا ربع إذا بيخرج محسن الضاني يا شيخ أي هذه يعني أنا أقول مثل مشواري هالوقت عندما يجي التلفزيون لكن اللي بيخرج بعد التراويح أو إلى ساعة أحيانا فلو أخذ يقرر الفاتحة الكرسية المعوذات ما تيسر من حفظه هذه تلاوة هذه قراءة ويرتل ويقرأ وإذا كان معه في السيارة مثلا أهله أولاده أيضا يعني يشاركهم ويجعل الأمر في هذه الآية وكيف ندبر هذا المعنى هذه خيرات عظيمة نعم مشاهدين الكرام نرحب باتصالاتكم ومستفساراتكم في موضوع حلقتنا فقط وهو عن علاقة القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك من كان لديه استفسار حول طريقة كراءة القرآن الكريم أو فضائل هذا الكتاب العظيم ليتفضل مداخلا في هذه الحلقة ضيفة الكريمة تحدثنا أيضا عن مراتب علاقة الناس بالقرآن الكريم نريد أن نقف حولها الإنسان أو في رمضان الناس يعني طبعا أولا من الناس بشكل عام من هو من أهل القرآن يقرأه ولا ينقطع عنه وهؤلاء يرجى لهم خير عظيم والإنسان سواء في رمضان أو في غير رمضان الواجب أن لا ينقطع عن القرآن ولا يمضي عليه على الصحيح أكثر من أربعين يوم دون أن يختم أو أقل من ذلك وهو الأولى أن يختم القرآن كل أسبوع كما هو تحزيب الصحابة عندما كانوا يحزبون الثلاث صور الأولى ثم الخمس ثم كذا إلى أن يجعلوا مفصل في يوم واحد لكن سواء كان الخلاف بين بعض أهل العلم هل هو أربعين يوم أو شهرين المهم أن لا ينقطع الإنسان وإذا القطاع سيجعلك من الهاجرين لكتاب الله عز وجل ولا يعني أن يختم المهم أن يقرأ حتى لو ما ختم لمن لا يستطيع الختم لمن كانت ظروف لا تسمح أو لا يوجد القراءة إلا ما تيسر من القرآن المهم أن لا ينقطع والمهم أن يكون له قدر يومي يقرأ فيه إذا جاء رمضان بدأ الناس يتشاورون أو يتناقشون في هل نكثر من الختمات هل نقرأ قراءة للتدبر وهذه مسارات حقيقة كثيرة للناس في رمضان وأحوالهم مع القرآن في رمضان المهم أن أقول بشكل عام المهم أن نرتبط بالقرآن وعلى الإنسان أن ينظر إلى ما هو أصلح من حاله لما كنا نذكر بعض الذين يكثرون من الختمات هؤلاء عامة من العلماء الذين تشربوا بالقرآن وفهموا معانيه ويسهل عليهم تلاوته ويمر على لسانهم عذبا زلالا لأنهم طيلة السنة وهم معه لكن بعض الناس قد لا يتيسر لهم مثل هذا أو لا يحسن في حقه مثل هذا لأن المعاني تداخل عليه فلو جاء الإنسان مثلا وأراد أن يقول أنا سأجعل رمضان سأتعلم جزء الفلاني وبما فيه من المواعظ وبما فيه من المعاني أخذ جزء عمّا لأنه يريد أن يتقم تلاوته وما إلى ذلك وتعلمه هذا أخذ منه في اليوم ساعتين إلى ذا الساعات فهذا على خير عظيم لا يلزم أن يختم المهم أن يقضي وقت طويلا مع القرآن أو البعض قال سأتعلم البقرة سأحفظها سأنظر ما فيها من المعاني والألفاظ وما إلى ذلك أيضا هذا خير عظيم لكن يستطيع الإنسان أنا أقول مع وفرة الوقت بفضل الله عز وجل وما نحن فيه من الرغد والتيسير ويعني سهولة الوسائل أن يجعل له الإنسان وقتا للتلاوة لا سيما وأن الجزء لا يأخذ أكثر من 25 دقيقة قراءة الحذر التي يقرأها الإنسان العادي لا تأخذ أكثر من 25 دقيقة في أطول الأحوال إلى نصف ساعة الذي قراءته بطيئة لكن المهم أن يسمع نفسه وأن يعرض القرآن على قلبه لا يقرأ هذّا كما قال بن مسعود لا تهذوا القرآن هذّ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل ملقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب على الإنسان أن يستطيع أن يحرص أن تكون قراءته مهما كانت حذرا أن لا يتجاوز ويخذ أن يتوقف أن يتوقف لكن دعنا نقول هذه قراءة الختمة ويجعل له قراءة أخرى قراءة أخرى يقف فيها مع التفسير إما أن يختار صورة ويجعل هذا مثلا بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد العشاء أو قبل الفجر فترة فترة أخرى أو زمن آخر يقرأ الصورة الفلانية ويختار من التفسير من التفاسير المناسبة وينظر في المعاني ويحرك بها قلبه وينظر في مدلات الآيات وما فيها من الهدايات الربانية فهذه جلسة تدبر وبعض الناس كالأئمة وغيرهم يحتاجون إلى المراجعة فإيضا يحتاج إلى وقت للمراجعة القرآن وسيجد أن أقول هذا الأمر لا يستصعبه الإنسان أو يرى أنه بذ هذه الطريقة قد استغرق الوقت كله يا أخي الكريم الواحد مننا ربما يدخل السوق يدور فيه أربع ساعات ما شعر ويدور فيه ثالث ساعات ويقف في الزحمة أحيانا في الطريق إلى ساعة ونصف عشان مدخل يدخل يدخل لسوق أو يخرج منه ما شعر بهذا وعندما تتحدث يقول يا أخي شو يتعرف في الأمور وظروف الحياة ولابد اجعل القرآن شيئا يعني لا بد منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد وأراد أن يخرج عليهم تأخر كما في حديث عبد الله بن أونيس ولما خرج إليهم بعد ذلك قال إنه أدركني حزبي من القرآن فخشيت أن يفوتني فأردت أن أتمه قبل أن أخرج إليكم يعني هو تأخر على الخروج لهذا الوفد بسبب أن يتم حزبه من القرآن الله حكرا انظر إلى يعني نحن الآن دائما نتعذر بأشغال نتعذر بأنه صار لنا جاء نظيف كان عندي مشوار وخلصت وكذا يعني هذه الأولوياتنا للأسف الشديد لكن لماذا الواحد مننا يقول اليوم ما سطعت أني أذهب لهذا الأمر لأنه كان عندي حزب للقرآن كنت أريد أن أنهي قبل يعني وقت لا يزاحمه فيه وقت لا يزاحمه شيء وينظر لها الإنسان نظرة جادة الله ويتعامل معه على أنه جزء لا يتجزأ من برنامجه اليومي فترة بعد المغرب مثلا خذ على سبيل المثال من باصلة المغرب إلى دان العشاء ساعتين تقريبا عامة الناس يقضونها في أمور يعني صحيح جزء منها يذهب في العشاء وجزء منها يذهب في متابعات أشياء يتفاوت الناس في ذلك قد يتابعون أشياء لا تليق والبعض قد ينشغلوا متابعات أقل ما يقال فيها أنها مباحة أيضا هذا الوقت لو كان هو وقت التدبر للقرآن أو وقت يعني مع الأسرة مع الأسرة بعد جلسة العشاء ومع القهوة ومع الأمور هذه قراءة فيه تفسير والتفسير الآن عظيمة يعني فيها خير عظيم كالتفسير الميسر التفسير المختصر هذه تفسير حديثة التفسير الميسر التابع لزورة الشرعة الإسلامية والتفسير المختصر أيضا تابع لمركز تفسير وقام عليه جلة من العلماء الفاضل ويناسب عامة البيوت القراءة لغته سهلة لغته سهلة ويقف على يعني المعاني الواضحة وبعض الكلمات وبعض التفسير المختصرة كثيرة عندك زبدة التفسير للأشقار عن تفسير السعدي كما تفضلت لكن مشكلة التفسير السعدي أنه يأتي إلى مجمل الآيات فتغيب بعض الألفاظ عن بعض الناس لا يفهم معناها فربما يستعين بتفسير آخر معه ويكون فيه خير عظيم من كان هو وأولاده يعني على قدر من التعلم أو كان أولاده جامعيين وكذا يقرأ فيه مختصر بن كثير مثلا أو ما إلى ذلك فهذا خير عظيم والله العظيم إن هذا من أقوى الأسباب والوسائل التي تصلح البيوت وتؤثر على قلوب أصحابها في الوقت الذي نعاني فيه نحن الآن من كثير من المشكلات لن يحلها إلا الارتباط بالقرآن بهذه الطريقة التي هي الاجتماع والمدارسة ليس أن الأب تجده أحيانا يبقى في المسجد وهذا جزاه الله خير مشكور عليه لكن ما يدري عن أولاده ماذا يفعلون يتابعون قلوبات لا تليق أو يذهبون مع صحبة أيضا يعني مضارة لهم وهو يعني يكرر الختمات في القرآن لا أحد من تضيع الأمانة كان واجب عليك أن تقرأ أمامهم وتبقى في الصالح حتى يرونك ويقتدون بك ويسمعون القرآن منك فيستحي البعض ويقرأ والبعض يتأثر ويقرأ والبعض يأتي إليك ويسألك يعني وين وصلت يا بوي ومشي الصورة لكذا وريد أن يظهر أمامك أنه يقرأ فهذه كلها أمور لا بد منها حتى نحرك الأجواء في البيت ونشجعهم ونشجعهم إن كانوا صغارا لو رصد الإنسان لهم مكافأة وأموال طائلة وبعض الحيال يفعلها الأباء جيدة في رمضان فيقول لأولاده إذا ختمتم كذا سأعطيكم متى 500 ريال أول في ريال وهي أصلا حقة مقاضي العيد يعني فهو بدل ما يشتري يعطيهم وهم يشترون تحصيل حاصل تحصيل حاصل فلو احتال الإنسان بهذه الطريقة أيضا هذه حيلة يعني حسنة فيعطيهم ويكافئهم لا سيما من كانوا في المرحلة الابتدائية وصغار الصوم والقراءة شاقة عليهم حقيقة وقد تغريهم كثير من الملهيات اليوم صحي لو تكلمنا شيخنا الكريم معنا اتصال معنا الأخ حمود نحمود من جدة تفضل السلام عليكم أم حمود تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي السلام عليكم تحياتي للشيخ العزيز تفضلي لو سمحت عندي ثلاثة أزئلة نعم بذلك للشيخ أنا يعني بقرأ الغرآ ممكن خمسة أجزاء يعني مثل ستة أجزاء في اليوم بعد مرات بتجاوز المدود يعني يعني ما بجيب المدود طيب والسؤال الثاني يعني كنت في سواء صغيرة يعني في سن البلوغ يعني كان الشمس حار يعني بصوم وبقطع كده وبعدك حتى يعمل الدورة أنا ما بقضي فالكلام ده يعني ليه زمن يعني بس أنا دايرها يعني أشوف إيش الحاجة الصحيحة لأنا أعملها طيب طيب السؤال الثالث السؤال الثالث بس أنا الشيخ خل فعلا الزنوب بتمنع الإجابة طيب تسمعني إن شاء الله يعني أنا متهدة في الاستغبار استغبار يعني في السجود في يعني كده يعني بس خايصة ربا يعني ما يكون يجب لي يعني استغباري طيب طيب تسمعني إن شاء الله شكرا قواكم الله إن شاء الله إياكم الله معنا الأخ علي من جازان تفضل علي علي تفضل السلام عليكم السلام الرحمة الله وبركاته تفضل علي كيف الحال شكرا مبارك علينا وليك تفضل يا أقول بالنسبة بغاية للشيخ عن ختم القرآن في يومين أو ثلاثة نعم طيب تسمع توجيه الشيخ شكرا جزيلا للأخ علي الأخ تم حمود أنا ما سلمعت حريطها أقول يعني ربما هكامت بحيلة عفوية أعطتنا سؤال بداية أسئلاتها عن القرآن الكريم وأسؤالان استفتاء فلك الخيار في الإجابة عليها السؤالة تقول بالنسبة لقراءة القرآن ما يتعلق بالمدود إنها بمرة تهمل المدود هل هذا يؤثر على الأجر أو لا شك أولا بالنسبة للقراءة بالتجويد هذا سنة نعم سنة ولكن الإنسان دائما إذا كانت الأخت الكريمة قادرة على التجويد ومتعلمة وتتقنه يعني الأولى بها أن تأتي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة الله والإنسان قدر الإمكان يتقن تلاوته ويأتي بحق المدود والغنى دون تكلف دون أن يتكلف ودون أن يخل بمعنى ولم يتمكن يا شيخ من لم يتمكن فهو معذور المهم أن لا يصل به أن يخل بالقراءة فيصل إلى اللحن الجلي الذي يحيل المعنى جميل تقول أنها في سن البلوغ كانت الشمس حارة وكانت بعض المرات ما تصوم بعض الأيام ولديها أيضا أيام العذر الشرعي وكانت لا تقضي فالموضوع مضى عليه زمن طويل فما أدري وشي التوجيه يعني على كل حال إذا كانت الأيام تستطيع أن تحصرها يعني تحصرها واضحة بالنسبة لها عشرة أيام خمسة عشر يوم فهي تقضيها وهذا الأحوط لكن بعض الناس سنوات وهو بهذا الحال فهؤلاء يعني ليس في حقهم إلا الاستغفار والندم والتوبة ويكثرون من الصدقة ويكثرون من صوم النوافل في غير رمضان يا الله عز وجل نتجاوز عنه جميل فيما تعلق لك شيخ أيضا أن تقول هل الذنوب تمنع إجابة الدعاء لا شك لا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا سيئة با الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث الذي ذكر غذية بالحرام ومطعمه حرام فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له يعني كي يستجاب له ومأكله حرام ومشربه حرام فهذا دل على أن الإنسان إذا كان متربسا بكبائر الذنوب والمعاصي فهذا يحول بينه وبين الإجابة لكن يأتي الدواء العظيم هو كثرة الاستغفار فالإنسان مهما أذنب عليه أن يكثر من الاستغفار المهم أن لا يغسر على كبيرة ويتعمد الوقوع فيها أما الذنوب التقع من الإنسان هكذا عفوا فهذه بإذن الله يمحوها الاستغفار كراءة القرآن في يومين وثلاثة عالي من جزان نحن قلنا قبل قليل في رمضان مثل هذا أهل العلم قالوا كما ذكر بن رجب في لطائف المعارف قال في رمضان واستثمار الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة لا بأس في هذا حتى لو قرأ القرآن في يوم إن كان هذا الأخ الكريم يحسن تلاوة القرآن ولا يوقع هذا في اللحن والقراءة الخاطئة لكن إن كان الأخ الكريم مستواه ضعيف في قراءة القرآن وكذا فالأولى به أن يتعلم القرآن ويتقنه وهذا أجل وأعظم لكلام الله عز وجل وهو بإذن الله مأجور على هذا سماع القرآن الكريم الشيخ من المذياع والمسجل هل يثاب عليه الإنسان؟ لا شك هذا يعني عبادة حقيقة لكن ليس تلاوة يعني نحن لو قلنا هل هو تلاوة؟ ليس تلاوة ليس تلاوة لا ينال أجر التلاوة لا ينال أجر التلاوة المعروف نعم لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف لكن الاستماع للقرآن عبادة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم تقصدها وجاء لأبي موسى الأشعري وقال أقرأ علي القرآن وأبو موسى قال كيف أقرأ عليك رسول الله وعليك أنزل فقرأ علي أبو موسى كما في القصة المعروفة من النساء إلى أن وصل قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة فقال نبي حسبك فالتفت إليه فإذا عينا تذريفان بعض الناس أخي الكريم أيها السائلة الكريمة أن يرى أنه عندما يستمع يتأثر قلبه أكثر فبهذا الاعتبار هذه عبادة عظيمة أن يأتي الإنسان سواء أن يستمع لقارئ من المذياع أو التلفاز أو يقرأ من قارئ وهذه لأسف ترى في مجتمعنا ضعيفة هي موجودة في بعض البلدان العربية أن يجتمع الناس ويقرأ أحدهم ممن عرفوا بحسن الصوت هذه الختمة الجماعية سلمة بغض النظر عن الختمة وغيرها هكذا يعني يجلس الإنسان ويعرف أن فلان صوته مؤثر بالقرآن يقول أسمعني القرآن وليس هذا الأمر يكون في مجالسنا حقيقة يعني عندما يجلس الإنسان لا يخرج مجلس من طالب علم وما إلى ذلك يطلب منها أن يقرأ لو من قصار الصور هذه المتشرة في مصر في مصر وفي المغرب وفي السودان ويعني في أماكن كثيرة موجودة نعم ما يتعلق الشيخ الكريم بإهداء ثواب القرآن الكريم سواء كان الرجل حيا أو ميتا هل يجوز؟ والله هذه محل خلاف طويل بين أهل العلم والحقيقة يعني جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يصل لا يصل هذا ولكن الدعاء نعم لكن الأولى على الإنسان أن يحرص على ما ورد في السنة أعظم ما يمكن أن يستفيد منه الميت من الأحياء هو الدعاء بنص الحديث بنص الحديث إذا مات ابن آدم من قطع عمله أو ولد صالح أو ولد صالح يدعونه يدعونه فهذا أفضل حتى من الصدقة ومن العمرة هذا أفضل من الصدقة وأفضل من العمرة وأفضل من يعني كما يفعل لأن مشكلتنا إذا قمنا بهذا الكلام سيفتح علينا باب للابتداء حقيقة وهي قضية إهداء الغراءات الأموتة بل وصل الأمر إلى بعض من يستأجر ويقول اعمل ختمة لأمي وعمل ختمة لأبي يعني يأتي لأحد من الناس ويقول لك توسع الأمر فهذا لكن أخي الكريم واختي الكريمة قد تكوني لا تحسين التلاوة قد يكون ما عندك مال الميت يندفع بدعائك قولي اللهم اغفر له وارحمه هذا ما يرجوه الميت فقط أن يغفر له ويرحمه محورنا القادم ربما أنك مريت عليها شيخانا الكريم من خلال المحاور السابقة لكنه لم يكن يعني بشكل مركز أكثر لكن نريد في الفترة الزمنية القادمة نركز عليه بشكل كبير لأهميته وما يتعلق بفضل القرآن الكريم وثمرته في الدنيا الآخرة ما يتعلق بقراءاته وتدبره والعمل به أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فيما قد ثبت عنه أجور عظيمة وفضائل عظيمة وحال الذي يقرأ القرآن وحال الذي لا يقرأ القرآن وهذه إذا وقف عندها الإنسان أدرك يقينا بأن القرآن شأنه مع المؤمن ليس كشأن غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب ولك أن تتخيل البيت الخارب متساقط متهالك مليء بالدواب والهوام وما إلى ذلك هذا الذي لا يقرأ الذي يسمى عرفا عند العمل الخرابة الخرابة فالإنسان الذي في جوفه القرآن إذن على المفهوم المخالف الذي في جوفه القرآن ماذا سيكون هو كالقصر المنيف هو كالقصر العامل هو كالبيت المليء بكل ما يعني يطيب به السكن وما إلى ذلك ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرنا لي قبل قليل لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف انظر إلى هذا الفضل العظيم عندما يقرأ الإنسان الجزء والجزئين ويختم الختمات المتتالية كم من الأجور إذا كان الحرف الحرف الواحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها والسطر الواحد في القرآن فيه قرابة 55 حرف من 50 إلى 55 والأسطر في الوجه الواحد إلى 15 حرفا ما نريد نقلبها إلى قضية حسابية بهذه الطريقة لأن الله عز وجل يتقلب يتقبل ما يشاء من عباده ولكن لننظرها هكذا بداهة انظر إلى هذا الخير عظيم شيء فوق العد والحصر إذا كان الإنسان يعني يتساهل وفضل الله واسع وقد يضاعف للإنسان فوق العشر حسنات والله يضاعف الفليمن يشاء إذا تلبست هذه القراءة بالخشية وإذا كان في المسجد وإذا اجتمع مع هذا شرف الزمان والمكان في كونة في رمضان ولذلك لماذا استحب السلف كثرة الختمات في رمضان أو في مكة استثمار استثمار لشرف الزمان أو المكان فعلى الإنسان إذا كان في بيئة أو في زمان فاضل ومكان فاضل أن يكثر من القراءة الأكثر الذي لا يخل ثم أيضا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أصحابه ذات يوم وهذا حديث عظيم قال أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق وهذه أودية المدينة ويعني يأتي ب يعني بطايب الإبل فالصحابة كلهم بلا شكل لأن الإبل في ذلك الوقت يعني هي يعني الأفخر المراكب وثمانها حمر نعم نعم حمر نعم فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لأن يغدو الواحد إلى المسجد لأن يغدو الواحد منكم إلى المسجد فيقرأ آية من كتاب الله خير من ناقة وآيتين خير من اثنتين وثلاث خير من ثلاث وآربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل ومن أعدادهن من الإبل يعني الآن لنفرض لو قلنا من قرأ آية له مرسدس له مرسدس أو له بنت لي أو له الاكتس أو له كلا لا نسوي دعايات لا نسوي دعايات لكن هذه بدون شركات كم سيقرأ الناس كم سيختمون جميل نحن يا شيخ سنستكمل هذا المحور لأهميته القصوى لكن بعد هذين الاتصالين جميل معنا الآخ أحمد من رياض تفضل أحمد سلام عليكم أحمد تفضل سلام عليكم ورحمة الله سلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أحمد الله يسلم تفضل عن أسأل الشيخ إيه تفضل كل عام أنتم خير إن شاء الله ورمضان كريم عليكم إن شاء الله علينا وعليك تفضل أه أقول أنا أدرى في القرآن نعم وأدفع تأثير يعني في بعض الكريمات أدفع تأثير هذا السؤال الأول طي طي ترى يمع أسمع أنت سمع أهي أنا أسمع ما يحتاج مقيدين كل شيء الثالث ثالي إيه نعم أنت قرأت لنفت الصورة وقفت عندها إيه وقفت عندها أيسا الآية اللي أدفع عندها أرجع أعيد الصفحة من الشباكة هل عليك شيء يعني تعيد الصفحة من أولها إيه واضح خلاص شكرا جزيلا لك أخي أحمد تسمع توجيه الشيخ معنا محمد من مكة المكرمة هياك الله محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنيئا لكم شرف الزمان والمكان لو تعيد السؤال بس أخوي محمد يعني أنا أشتغل في السيارات وحسور لكن من بعض صفحة صباح ونص وكذا صباح وفي العيوان وما أقوم في الظهر يعني كيف أقوم في العصر أو في الليل أو في أي وقت تقصد الوقت الفاضل لقراءة القرآن الكريم في رمضان أفضل أفضل جميل جميل الله يتك العافي والأجمل أيضا لهجتك الحجازية الجميلة الرائعة شكرا جزيلا لك أخي محمد ناس الله زوجا لك التوفيق والسداد الأخ يتكلم حبيظكم الله أنه يتعتع في القرآن الكريم فما أدري هل عليه شيء يقصد بتعتعها عيب في النطقة أو يقصد صعوبة القراءة صعوبة القراءة نشرنا قبل قليل مهما كان بلغ من العمر أو كانت من الظروف التعلم يا أخواني يجب أن ننشغل بالقرآن أن نتعلم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق له أجران طبعا أجر التعتع وأجر المشقة وأجر القراءة لكن هذا صعوبة التعلم لكن نحن في زماننا هذا التعلم يسير وأنا يعني أقدم لسالة لأخي الكريم ولجميع الإخوة المتابعين والمتابعات لا يستكثر الإنسان يقول أنا بلغت الخمسين ولا الستين ولا كذا ما سطيع تعلم الدور التحفيظ والحلقات موجودة والمعلمين والبرامج وكل شيء انشغله بالقرآن وأنا أعرف كثير والله من الناس قبل أيام أحد الزملاء كان يبشر بأن أم عمرها خمسة وسبعين سنة ختمت القرآن أي والله ويعني قدم لها كذا حفل من العائلة بطريقة يعني لا بد أن أنشغل بقوة لا يقول إنسان والله أنا وتعطي ماذا فعلت ما الجهد الذي بذلته طبعا بعض الناس قد يكون لديه ظروف طبيعة العمل لديه كذا فأقول له اقرأ ما تجيده من الآيات جزء عمى جزء تبارك وكرره وكرره حتى يعني تشغل وقتك كله به إذا كنت لا تستطيع أن تتعلم نعم ما يتعلم لك الشغل كريم أو مرة يقول وأثناء القراءة قد ينشغل بشاغل إما غير في أكد ومفتح للباب أو مع الأطفال وغير ذلك فيقول إذا أنسى الموضع الذي وقفت عندك فإذا ذهبت مثلا إلى الصفحة الأولى الآية الأولى التي كرأتها قبل قليل وعدت من قراءة هل يؤثر ذلك على ثواب القراءة لا لا يؤثر الإنسان يحتاط بطبيعة حل لكن إذا أراد أن يقرأ ينبغي أن يأخذ الأسباب والوسائل وقطع التلاوة بهذه الطريقة يعني بعض الناس يقرأ وهو يرد على رسائل بعض الناس يقرأ وهو في وسط يعني أماكن غير مناسبة هذا لن يجعل قلبك حاضرا ومتأثرا بالتلاوة الواجب على الإنسان يعني أن يقرأ بقلب حاضر حتى يتأثر بالقراءة وحتى يستفيد من القراءة وإذا يعني قطع التلاوة لأمر لا بد منه كأن يقوم لدورة المياه أو يفتح الباب لمن أتى أو ما إلى ذلك فإنه يرجع إلى المكان الذي وقف عنده ويستمر بالقراءة ويستمر بالتلاوة وهذا بإذن الله هو معجور عليه لكني أؤكد للأخ الكريم الفاضل أن لا يقرأ الإنسان قراءة ينشغل أثناءها بأشياء كثيرة ملهيات متابعة أخبار أو متابعة أشياء بالهاتف أو لعب مع الصغار أو ما إلى ذلك كل هذا لا يليق بمقام كلام الله عز وجل والواجب على الإنسان أن يخذ بالأسباب المعينة على هذا ويربي أولاده وأطفاله بأن يحترموا القرآن أو ساعة قراءة القرآن الأمر الآخر أن الإنسان يعني لا يستكثر إذا رجع وقرأ يعني قليلا إذا راد أن يختم ويحقق لنفسه أفضلية الختمة لو رجع وجه أو بعض الآيات لكي يأتي بما يعني يظن ويتيقن بأنه قد قرأ فهذا أفضل له من أن يعني يستمر في القراءة وقد ترك شيئا من السورة أو من الآيات وهذا كله مخالف أو كله سيخل بعظمة القرآن من الأشياء التي تعين الإنسان على أن تكون قراءته يا أخي الكريم قراءة يعني مستمرة ومسترسلة وما إلى ذلك أن يقرأ قراءة مرتبطة بالتفسير ويحرص على أن يقف عند معاني الآيات ثم يعود لقراءة مرة أخرى فيجد نفسه يقرأ بطريقة مختلفة لأن القلب حاضر ثم تجده لا يستجيب لأي شيء آخر من الملهيات لأن القلب يعني مقبل على القرآن جميل وهذا يعني من التدبر والخشوع نعم ما يتعلق شيخنا الكريم أيضا بأفضل الأوقات لقراءة القرآن الكريم القرآن يعني كل الأوقات لقراءة القرآن بفضل الله عز وجل ولكن وهذه قضية يغيب عنها أو تغيب عن أذهان كثير من الناس جميل أن قراءة القرآن في الليل أفضل من قراءته في النهار الله والناس عادة الآن يقرؤون القرآن في النهار في النهار سهل بينما جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في غار نعم في غار حراء وكان يدارسه في كل سنة القرآن مرة إلا في سنة توفي فيها عليه الصلاة والسلام دارسه مرتين نعم وهذا كله يدل على أن الليل له خاصية كبيرة بقراءة القرآن لأن الليل تكون النفس يعني أشرح وأقبل وبعيدة عن الشواغل لا سيمة وقت السحر والأوقات التي لكن على كل حال الإنسان من حيث الجملة بحسب ظروف عمله وما إلى ذلك يتنمس الأوقات التي يكون فيها خاليا من الصوارف والشواغل فيقرأ القرآن كلما اخترت وقت تكون فيه أن تحاضر الذهن مقبل القلب فهذا أفضل في حقك جميل نعم تعالك شيخ الكريم فيه مصليات النساء فيها ترويح بعض النساء ربما يكرأنا القرآن الكريم والأخرى يعني الباقيات يتابعنا الصلاة مع الإمام ما يتعلق بالتشويش يا شيخ لو فيه توجيه منك نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى الصحابة عن هذا وقال إن القرآن يعني لا يؤذى ولا يؤذى به ولا يؤذى به ولا يؤذى به وقال لعمر بن الخطاب اخفض قليلا وقال لأبي بكر ارفع قليلا لما كان صوت عمر طاغيا ومرتفعا فعلى كل حال القرآن دائما لا يأخذنك العاطفة والانسجاب مع القراءة فتؤذى من حولك في المسجد أو مثلا في البيت أو ما إذا ذك لا اقرأ بطريقة مناسبة إلا أن تكون لوحدك فقرأ بما شئت هذا شيء الشيء الآخر الأخوات اللي يذهبون للمسجد وينشغلون عن متابعة الإمام بفتح المصحف هذا تقصير حقيقة الواجب على الأخت الكريمة إذا ذهبت وصلت في المسجد وهذا الخير العظيم ينبغي أن لا تفرط في تفويد تكبيرة الإحرام منذ أن يسلم الإمام تقوم معه وتكبر يعني تدرك تكبيرة الإحرام وهذا لها فضل كبير جميل دقيقة واحدة شيخ فيما يتعلق بأداب تلاوت القرآن الكريم الأداب عظيمة أولها استحضار عظمة الله عز وجل واستحضار من تخاطب وأنك تقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك وكأنك أنت المقصود به الله فإن هذا سيجدك تعظيما وإجلالا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الصحابة عنه كان يسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل عندما يقرأ القرآن وهذا كله تعظيم لكلام الله عز وجل ويعني عثمان قام ليلة قام ليلة كاملة بآية واحدة وما ذلك إلا لتعظيم القرآن تعظيم القرآن وترداده والأمر الآخر هناك سنن كثيرة منها استقبال القبلة والطهارة والاستعاذة عند البدء وأيضا أن يكون بعيدا عن الشواغل وهذه حقيقة أشار إليها الإمام النووي في كتابه أداب في كتابه المشهور وأشار إليه ابن القيم حتى وكلها أداب حمرة القرآن بالنووي في أداب حمرة القرآن أنصح بقراءتي والنظر فيه نعم شيخ الكريم نختم فيما يتعلق بوجود بعض التطبيقات التي قد تكون غير موثوقة فيما يتعلق القرآن نعم هذه مشكلة لكن بفضل الله عز وجل نحن أمامنا تطبيقات جميلة جدا موثوقة أذكرها لا بس من أشهرها تطبيق آية اللي في جامعة نوك سعود اللي هو تبع مركز التفسير وفي أولها في ظني وتقديري بما تابعته تطبيق أوقاف الراجحي حقيقة تطبيق عظيم جزاهم الله خيرا تطبيق عظيم فيه خاصية الواقف اسمه القرآن العظيم القرآن العظيم أوقاف الراجحي وليه آية أيضا تطبيق آية هذا وتطبيق الذي ذكرته الاسمه آيات لتبع الملك سعود اسمه آيات فهذه الثلاثة من أفضل للتطبيقات الموثوقة لأنها قام عليها نخبى بفضل الله عز وجل جميل الشكر وأتقدر لكم ضيفنا الكريم الشيخ يوسف بن محمد الدوس عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حديث عن هذا الموضوع المهم وهو القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك وتلك العلاقة الوطيطة بين كتاب الله عز وجل وشهر رمضان المبارك وأن يكون هذا الشهر إن شاء الله انطلاقا للمؤمن لارتباط الوثيق مع كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا فشكرا جزيلا لكم وأنا أيضا أشكركم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هذه القرآن أشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن النصات وكريم المتابعة هذه تحياتي وتحيات زبيلي في الإعداد أنس البواردي وكذلك مخرج هذا اللقاء شكري الشهري وكافة زملاء طاقم البرنامج نلقاكم إن شاء الله وما يتعلق بها من إيمانيات عظيمة تجعل الإنسان بإذن الله قادرا على الارتباط بكتاب الله عز وجل وبطاعته سبحانه وتعالى نلقاكم إن شاء الله على خير وفي خير لا تنسوا دعوات مباركة صالحة عند الإفطار لجنودنا البواسل على الحد الجنوب وفي كل مكان للمسلمين والمسلمات بالأمن والأمان وليطمئنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة